حياكم الله تشهد دول المغرب العربي سجالات وجدلا متصاعدا بسبب إجراءات تجديد الأغلاق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والمطالبة بالتخفيف في استجابة للضغط الاقتصادي والاجتماعي المتزايد خاصة مع قدوم شهر رمضان نتابع جولة في بلاد المغرب العربي عن آخر الإجراءات الحكومية بما يتلاءم مع الوضع الوبائي في كل بلد كورونا ضيف ثقيل في رمضان للعام الثاني على التوالي جدل الإغلاق وساعة الحظر والعمل مضافا إليها تأخر وصول جراعة اللقاح حديث الشارع في أرجاء بلاد المغرب العربي ليبيا تطلق حملة التلقيح الوطنية في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالفيروس كل الليبيين سيطلقون لقاح فيروس كورونا لكن على مراحل حسب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أسباب التأخير السياسية ليست مادية في أزمة تحصيل اللقاح عالميا الجزائر بدورها سمحت بفتح المساجد للفروض على أن لا يتعدى وقت الصلاة 30 دقيقة وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومن المقرر أن تطلق أكبر الدول المغاربية قرابة مليون جرعة من اللقاح الروسي قبل نهاية نيسان في تونس تتخبط الحكومة بين إجراءات الإغلاق الصارم والتخفيف تحت وطأة معاناة اقتصادية متزايدة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مراعاة للوضع الاجتماعي والاقتصادي يعلن تخفيف حظر التجول الليلي بطلب من الرئيس قيس سعيد بعد أيام من تجديده لكبح التفشي المتزايد للفيروس في وقت تشهد البلاد تراجعا قياسيا في السياحة وارتفاعا غير مسبوقا في عدد الإصابات حسب رئيس الوزراء التونسي في جارة المغرب لا تختلف الأمور كثيرا الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا بما يتلاءم مع الوضع الوبائي مع الإقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان في مساعد دولة لمكافحة السلالات الجديدة من الفيروس موريتانيا بدورها تتجه إلى تقليص ساعات حظر التجوال من ثماني ساعات إلى ست ساعات طيلة شهر رمضان تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم للذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما وباء كورونا في موجته الثالثة وعامه الثاني وسلالاته المتحورة يستمر بالضغط غربا وشرقا على أمل عدل منشود في توزيع المناعة المنتظرة ينضم إلينا من طرابلوس الدكتور إبراهيم الدغيس عضو النجلة العلمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أهلا بك دكتور لو تحدثنا بداية عن عدم نجاح كل التدابير التي اتخذت في دول المغرب العربي وليبيا واحدة من هذه الدول لماذا لم تنجح كل هذه التدابير في وقف جماح وباء كورونا نلاحظ في الأيام الأخيرة أن هناك ازديادا في عدد الإصابات في هذه الدول لماذا برأيك؟ بسم الله أخي وسام بارك الله فيك وفي كافة مشاهديك الكرام طبعا المشكلة مشكلة عالمية وليس فقط فالبالتالي المشكلة أزمة عن مسؤول العالم والدول المغربية أحد بلدان العالم يعني فعلا من أزمة شديدة في قصة اللقاحات وفي قصة تفشي الوباء وفعلا يعني مشكلة متفاقمة ولكن إلى الأهل نقول نحن بإذن الله الأمور في ليبيا مطمنة حاليا الوضع إلى حد ما مستقر لمدة الماضية لشهر الماضية العينات يوميا متراوحة ما بين 4000 إلى 6000 عينا يوميا نسبة لإصابة من هذه العينات حوالي 15 إلى 20% الوضع مستقر حد ما مع وصل اللقاحات الآن حوالي 850 ألف جرعة وصلت إلى ليبيا حاليا نتأمل خير إن شاء الله والقاعد يكون أفضل لو تم فعلا إجراء اللقاح هذا كامل بلاد الليبية وكامل بدن المغرب العربي إن شاء الله طيب بالنسبة لهذه الإشكالية إشكالية اللقاحات وكما ورد في التقرير قبل قليل المشكلة ليست مادية خاصة لدى دول المغرب العربي المشكلة السياسية وهي مشكلة عالمية عند هذه المشكلة برأيك ما هي الحلول بالنسبة لدول المغرب العربي وكما تفضلت تأخذ مثالا ليبيا بالنسبة لليبيا بارك الله فيك طبعا للصال في ليبيا بالضبط أنه كان الاعتماد أساسا على منظومة الكوفاكس للحصول على اللقاحات وتم دفع تقريبا أكثر من 9 مليون دولار لجلب حوالي 2 مليون 8 ألف جرع من اللقاح الليبيا ولكن تقريبا الآن فقط وصلت أول جرع من الكوفاكس يعني تقريبا أول آمس وصلت حوالي 7 ألف جرع من اللقاح الأسترازينيكا تبع الكوفاكس والباقية كان باتصال مباشر من رئيس الحكومة الحميد بيبة بعلاقات شخصية أعتقد ومن طريق الحكومة الليبية تم كنا من حصول على 200 ألف جرع من اللقاح الروسي وأعتقد أن القادم يكون أفضل إن شاء الله فعلا قصة المفروض أن يكون الإطار من حنيين نحن الأول مع الكوفاكس تمشي معه بالحسبة ومطلوب في نفس الوقت يكون فيه اتصال مباشر مع شركات مصنعة أو بالدان الأخرى حتى يتمكن الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن المشكلة يعني الأزمة عالمية يعني الكل يطالب اللقاح ومشاكل اللقاح المضافة يعني للأسف يعني ما هيش مشكلة إقليمية أو محلية العالم كل يطالب اللقاح وهذه دارت مشكلة كبيرة وصدار لكل بلدنا العالم ضغط على الحكومات ضغط على الشعوب في السبيل وحصول على اللقاح ونفس الوقت المضافة تصارب بعض اللقاحات مشاكل فبالتالي نتأمل إن شاء الله لو فعلا تم تأمين اللقاحات ولو حتى العقل عشرين مئة من عدد السكان نحن نقول لأطقم الطبية والكبار السن الحد كبير يقل من نسبة إصابة بين الناس ونتأمل لنا نكون القادم أفضل بين الله تعالى للعالم كله مشحدة للوطن العالم فقط إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الدغيس عضو اللجنة العلمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض كنت معنا مباشرة من طرابلس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك